ورجعنا لكم تانية جماعة بعد ما حضرنا لكم النهاردة احنا عايزين نقول لكم ايه زي ما فهمناكم ان احنا نتكلم النهاردة عن الالوان الخشب. اه بالمختصر مفيد دي العلبة اللي انا باستخدمها. طبعا بغض النظر عن الماركة. هي الماركة واضحة جدا يعني قدامنا. اه علبة عبارة عن ستة وتارتين لون. وعليهم لونين اللي هو الجولد والسيلور. الاتنين دول او الدهبي والفضي. الاتنين دول عليها. يعني وكان نازل العلبة دي معها الاتنين دول. ازاي دي ستة وتارتين لون دول. اه طبعا انا مش حابب اتكلم عن الماركة كتير. لكن اه انا يهمني ان احنا نفهم ازاي خامت اه الالوان الخشب. بنستخدمها ازاي ونعرف اه نتعرف عليها ازاي عشان نقدر نطلع منها احلى شغل كويس. اه هي دي العلبة تقريبا اللي انا بستخدمها شخصيا. لكن وارد تستخدم انت اي نوع من الوان الخشب. اه حتى الصغيرة الست الوان ان شاء الله حتى ميت لون. ان شاء الله في علبة بتبقى كبيرة جدا وبارقام كبيرة جدا. اه مفيش مشكلة لكن انا دي اللي بيتناور الايدي واللي بطلع منها الشغل كتير جدا. اه دي عبارة عن الوان خشب عادية جدا. ده شكلها من جوه. طبعا فيها الاساسي الابيض والاسود والجمالي والاورنج والحاجات اللي هي ممكن تكون هتفيد كل الالوان بتاعتنا اللي نطلع منها الشغل بتاعنا كله يعني. يعني انت برضو الالوان الخشب عنها معلومة كويسة. ان هي برضو تتخلط. زيها شوية زي الزيت. يعني ممكن اطلع اه احط درجة على درجة تطلع لي درجة. وهنعرف ازاي الكلام بي دلوقتي. اه يهمني جدا انا اقول لك في الوان الخشب ان انت تكون سالمها كويس جدا زي ده مسلا. ده مسنون كويس جدا. عشان تقدر تطلع منها نتيجة كويسة. مش مستحب يكون السنة عامل كده. زي ده. ده افضل من ده شوية. لكن ده ملوش استخدام لكن يفضل عشان تقدر تطلع نتيجة كويسة. تخليه مابري زي كده. اه طبعا اللي هنلاقيه مش مابري ده طبعا نتيجة للاستخدام. عشان الالوان دي مستخدمة انا باستخدمها كتير. يمكن الاسود برضو اه صغار جدا عشان استخدمته. عشان ما طولش عليكم تعالوا نعرف اكتر هي بتستخدم ازاي ونقدر نطلع منها نتائج كويسة. اه هخليها كده عشان نشوف الدرجات قدامنا. اه ما يهمنيش ان اطلع لكم الدرجة لكن انا عايزة يهمني ان انا عايزة اقول لكم نستخدمها ازاي. وليكن مسلا هدي هدي قعدة الاول مسلا اللون ده. هفرش. اه على فكرة مبدئيا بس. اه ما يحب بس وانت تستخدم الوان ان تكون الخلفية او الورقة بتاعتك بيضة وانت ترسل بورتري مسلا. لكن انا النهاردة احتاجت او اه حبيت ان اكون بيضة عشان بشرح عليها الالوان عاملة ازاي. لكن هي بس انما اه لمجرد الشرح. لكن يفضل ان انت تستخدم درجة لون الورقة اي لون. مش لازم تكون لون معين لكن اي لون ما يكونش يكون غير الابيض. لكن بس النهاردة عشان انا بشرح. بصوا انا هبدأ افرش خلفية. باللون. وما دوسش على القلم. وما قفلش المسام ما قفلش المسام بتاعت الورقة. طيب انا النهاردة او انا دلوقتي اديت طبقة لون او خلفية لون اللون ده. من غير ما دوس على القلم. انا ما بحبش ادوس على اقلام. هنفهم دلوقتي ديه. طيب اللون جميل حلو. خفيف شوية. ماشي. عايزين نطعم اللون شوية. ناخد مسلا اللون ده. برضو ما دوسش على القلم. بصوا بقى انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا في الخامة بتاعت الوان الخشب. ان اللون ده اللي طلع لهو ده ولا هو ده. هو ده. فاهميني الفكرة يعني هو برضو بتتخلط زيحة زي الوان الزيت عادي جدا. بياجي طعامها تاني مسلا باللون اللي زي الاوكر ده. اهو. الفكرة انا بتكلم معاكم ببساطة ومش مش عايزة اه اه اكلك على الامور. الموضوع بسيط جدا يعني. اصبح ان اللون ده ولا هو ده الواحده ولا ده الواحده هو ده. ناخد شوية خلفية تاني ننزل شوية تحت تاني ناخد درجة تانية اهو. عملنا خلفية. باللون ده. نطعامها مسلا بالبن المحمر. اهو. نفيش مانع. نستخدم اصريب التزليل اللي كنا اخدناها في الرصاص. معايا. وانا بشتغل. اطعامه باللون ده. شايفين? طبعا دي كلها درجات قدر طلع منها. الوان بشرة. الوان هدوم. الوان قماش. الوان خشب. ايا كان. فهي تعتبر زيها زي. بتتخلط زي الوان الزيت. زي الوان المية. اي الوان بتتخلط. فما تستغربش ما بقى ايجا اقول لك ان الوان الخشب بتتخلط برضو. نطلع منها نتائج. مبهرة جدا اهو. الدرجة دي مش موجودة في العلبة. تعالوا نشتغل تاني اهو. خلينا نقول مسلا اهو. بصوا انا ببدأ ما بقفلش مسامي. اهو ما بدايقش. وما ما بيدوسش. ناخد مسلا البني ده. مسلا. شايفين عاملة ازاي? واللي ياكل مسلا اه ناخد عليها الاحمر المحمر. الاحمر الورنج شوية اهو. شايفين بقى لما كنا مسنون? ادى معاه درجة جميلة. ولو انا مسلا برسم درجة بشرة صمرة شوية. ايش معنى خالص? اخد الدرجة دي. طبعا انا مش 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 هدف النهاردة عرفكم الوان البشرة عاملة ازاي لكن انا هدفي ان انا اقول لكم الوان الخشب بتستخدم ازاي? اهو. عايز اغير دباية اللون اهو. جبت رومبوني. بدي اصريب التصليل العادية جدا. وهو هعمل اللي انا عايزه. بفرش تون اخو انا كل ده على فكرة بتعامل عندنا مسلا بجرب على اني بجرب العلبة دي الاول مرة فبشوف كل تون على التون التاني بيطلع لي او كل درجة لون بتطلع لي مع الدرجة زميلتها عاملة ازاي? شايفين? فكرة انا ما بدوسش خالص يا جماعة. ما بدوسش عشان ما جرحش الورقة. ويطلع المنظر مش لطيف خالص معي. اهو. طيب هيديني سؤال بقى بسيط طب انا الابيض ده باستخدمه في ايه? ما يبدي ايه بس الابيض بتاع علبة الالوان دي بيستخدم للتفتيح مش اكتر. يعني هو نحط طول اول. بس طيب مش هيبان هنا على ورقة بيضة. لكن خلينا نقول. بصوا. ادي الطبقة فهتديني دي. لما جيء اللون البني ده على الحتة البيضة. ما بقاش زي الاطراف بتاعته. لو تلاحظوا يمكن هذا التصوير مش تبقى باينة قوي لكن هي بيفتح شوة. بس خلي بالكو جماعة الابيض بما ان هو مش بيبقى باين فانا لقى ايراديا او انا بتكلم عن المتدئي يعني لقى ايراديا هيدوس عليه. فهو الابيض مش بتدوس. انا فيش اي لون بتدوس عليه. يديك انتجة حلوة. لكن انت بالاحساسك. بحطة الالم او حطة السن على الورقة. اهو شايفين? ان شاء الله هديكم اه 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 فيديو مخصوص عن استخدام الالمان الخشب في البرترية الحي. وعملت كده فعلا انا هبقى احطو لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. اهو شايفين عاملة ازاي? شوفين طلعتها على الدرجات كلها عاملت ازاي? ولو حاب برضو طلع لون بشرة في النص كده واحنا بناخد شايفين? ممكن احط مسلا عشان البشرة تبقى هادية شوية اخدارات تعدل. هتلاقوا الدرجة دي جميلة جدا يعني. تهدي الامور شوية زي ما احنا عارفين ان فيه الوان سخنة برضو. وهديكم فيديو معناها برضو. او شايفين احنا طلعنا درجات مش موجودة في العلبة زيها زي التخليط بالزبط في الالوان الزيت او المية او اي حاجة. الدرجات دي كلها مفيش لون منهم كان موجودها الواحد وخلطناها برضو. فالالوان الخشب هي كده يا جماعة. آآ بكل امكانيات بسيطة بتطلع منها كده درجة. الدرجات دي كلها ممكن تستخدم بورتريت تستخدم اي حاجة. فانت وفهمك مع الخامة هتقدر اطلع شغل كواس جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وشكرا.